بيبدأ الفيلم في المحيط الأطلنطي مع الكائنات البحرية الجميلة اللي عايشين مع بعض في منتهى السلام والتناغم وبتظهر حرية بحر اسمها إريال وهي أميرة والابنة الصغرى للملك تريتون ملك البحار وحاكم المحيط الأطلنطي وبتكون إريال مفتونة بالعالم البشري على الرغم من إنها ما شافتهش أبدا لأنها ممنوعة من الزهاب لأي مكان بالقرب من الأرض وده من وقت وفاة أمها لأن الملكة قتلت على إيد إنسان لكنها تعرف كتير عن البشر من خلال القطع البشرية اللي بتقع من البشر في المحيط واللي هويتها إنها تجمعها وتحتفظ بيها وبيساعدها في كده وبيدعمها صديقتها المقربة السمكة فلوندر وبتشوف سفينة غرقانة ودخلتها بفضول علشان تجمع القطع البشرية لكن بيهاجمها سمكة إرش عملاقة هي وفلوندر وحصرتهم جوه السفينة لكنها في النهاية قدرت تهرب من القرش لكن فلوندر اختفت ودفنت نفسها في الرمل وإريل خافت عليها واستدراجت القرش للسفينة وقدرت تحبسه فيها وتهرب هي وفلوندر وبنروح عند الملك تريتون وجمع بناته كلهم علشان يحتفلوا بعيد ميلاد القمر القرمزي لكنه بيلاحظ إن بنته الصغيرة إريل مش موجودة وغضب جدا لأنه منع كل شعبه من الاقتراب من البشر لأن زوجته الملكة ماتت على إيد بشري وفورا بيستدعي سباستيان السلطعون وأمر يروح فورا ويدور على إريل ويجيبها حالا وفي نفس الوقت إريل بتروح تقابل صديقها الطائر كاسل وبتوري شوكا لقيتها في السفينة وسألته دي إيه وعمل فيها أبو العريف وقال لها دامشت بيستخدمه البشر في تصفيف الشعر وفعلا إريل بدأت تستخدمها في تسريح شعرها وبيوصل عندها سباستيان وقال لها إن أبوها غاضب جدا لأنها ما حضرتش حفل الأمر وبسرعة بتروح لأبوها الملك وبيوبخها بسبب حبها لاستكشاف عالم البشر وزعل منها جدا وقال لها إنه خايف عليها وخايف يكون مصيرها زي مصير أمها وأمرها تقعد في قضتها وما تخرجش منها أبدا وبنلاحظ إن قضتها مليانة حاجات ومتعلقات خاصة بالبشر كتير جدا وإريل بتقعد مستسلمة وزعلانة وفوق المحيط بنشوف سفينة كبيرة بتاعة الأمير إريك أمير مملكة جزر الكريبي واللي بيكون متواضع جدا مع شعبه وبيطلب منهم ما يقزوش الكائنات البحرية وبنلاحظ إن إيده بإيدهم في كل شيء بيعملوه وبيكون متواضع جدا معهم وبيشتغل معهم على السفينة كأنه واحد منهم لكن رئيس الوزراء جرينبي بيكون متضايق منه وبيطلب منه يتعامل مع شعبه كأمير مش واحد منهم وبيفكروا باحتفالية عيد ميلاده اللي هتكون النهاردة وبتكون إريل في قضتها وبتلاحظ أنوار ملونة وألعاب نارية فوق سطح المية وخرجت بفضول علشان تشوفها عن قرب ولحظت إن الألعاب النارية بتخرج من سفينة كبيرة ودي سفينة الأمير وقربت إريل من السفينة علشان تشوف البشر عن قرب وبتلاحظ إن الاحتفالات دي علشان عيد ميلاد إريك وسمعت إريك وهو بيقول لرئيس الوزراء جرينبي إنه عاوز يستكشف المجهول في أعماق المحيط وعايز يساعد شعب مملكته وبرضو جرينبي بيحذره من التعامل مع شعبه بطيبة لأنه هيكون ملك المستقبل وبتكون إريل معجبة بكلامه لكنها في نفس الوقت ما تعرفش إنها مترقبة من ساحرة شريرة على شكل أخت بوت واسمها أرسولة وفجأة بتقوم مع صفة قوية وبتضرب سفينة الأمير إريك وبيبدأ يساعد طاقم السفينة بمنتهى الحماس وكل ده وإريل بتراقب الوضع في السر وقلقانة وفي النهاية بتفشل محاولات إريك في إنقاذ السفينة وبتتخبط في شعاب مرجانية أو صخرة عملاقة وبتتحرق من المصابيح اللي وقعت ومع انتشار النار في كل مكان في السفينة بدأ طاقم السفينة يهربوا لأوارب الإنقاذ بعيد عن الحريق لكن إريك لاحظ كلبه محاصر على السفينة وسط النار ورجع علشان ينقذه وفعلاً بيرمي الكلب في المياه لرئيس الوزراء وإريل من تحت المياه بتساعد الكلب يوصل للقارب لكن إريك قبل ما ينط في المياه السفينة بتنهار تحته وبيقع في المياه الناحية التانية بعيد عن الطاقم بتاعه وهنا إريل لقيت إن إريك غاب عن نظرها وفضلت تدور عليه في كل مكان ومالوش أثر لكنها خمنت إنه ممكن يكون غرق ونزلت تدور عليه وفعلاً بتلاقيه وبتنقذه وبتطلعه على الشط وبتحاول تساعده على التنفس وتطمن عليه وبتغني له أغنية وفعلاً بدأ إريك يفوق وبيشوف إريل لكن الرؤية مشوشة ومقدرش يحدد مين اللي أنقذه وإريل بتسمع صوت الحراس جايين من بعيد وبيدوره على إريك وبترجع للبحر وبتستخبأ وبترائب إريك من بعيد وهي مغرمة بطبيعة إريك الوجدانية وشافت من خلال إريك إن مش كل البشر سيئين على عكس اعتقاد أبوها كل ده وقرسولة بترائب إريل من بعيد وإريك بعد ما بيرجع للمملكة مرات أبوه الملكة خافت عليه ومنعته يرجع للبحر مرة تانية علشان ما يموتش لكنه بيغضب وقال لهم إنه لازم يرجع للبحر تاني علشان يدور على حرية البحر لأنقذته وبيرجع للشط وبينادي عليها لكن بدون فايدة والملك تريتون اكتشف إن إريل مش موجودة في قضتها وغضب جدا من إخوتها وأمر الحراس يجيبه السلطعون فورا ولما بيجيبوه بدأ الملك يستجوبه ويهدده لحد ما قاله إن إريل خرجت للسطح وأنقذت أمير بشري ولما بتيجي إريل أبوها طلب منها تقسم إنها مش هتخرج من المياه تاني لكنها رفضت وأصرت إنها تخرج وتشوف إريك مرة تانية وبيغضب أبوها لعصيانها للأوامر وفورا بيكسر كل القطع البشرية لتجمعها من سنين وبتقعد إريل حزينة جدا وفي نفس الوقت أرسولة بتستغل الفرصة وبتتواصل مع إريل من خلال فقاعة وعرضت عليها المساعدة وطلبت من تعابين السمك الإنقليص يدلوها على الطريق وفورا إريل بتروح معهم علشان تقابل أرسولة وبيكون المكان اللي هي فيه في عمق المحيط وعليه حراس من الكائنات البحرية الخطيرة ولما بتوصل إريل عند أرسولة اللي بتعرفها بنفسها إنها أخت تريتون الصغرى يعني عمت إريل واللي أطلقوا عليها اسم ساحرة البحر والمكان اللي هي فيه ده عبارة عن منفى للمتمردين وأرسولة استخدمت سحرها طول الوقت في مرأبة إريل لأنها عارفة إنها نقطة ضعف في تريتون وأرسولة عرضت على إريل إنها تخليها بشرية لمدة 3 أيام وهيكون لها رجلين زي البشر وهتتنفس الهوى لكن العرض ده بمقابل إن إريل تديها صوتها ده إذا كانت عايزة تطلع للسطح وتقابل الأمير لكن الأهم من كده إنها لازم تشارك مع الأمير قبلة الحب الحقيقي لحظة غروب الشمس وساعتها هتبقى بشرية طول حياتها وممكن تتجاوز الأمير لكن لو عد عليها 3 أيام من غير القبلة هترجع للبحر تاني وهتكون خادمة لأرسولة للأبد وهتفضل تحت سلطتها وهتستعبدها وإريل لأنها فضولية بتوافق وهي مش عارفة خطورة اللي بتعمله وفعلاً اتخلت عن صوتها وزعنفها وإرسولة حولتها الإنسان بسحرها وخرجت إريل بسرعة لسطح المياه علشان تتنفس لكن لما طلعت استادها واحد من الصيادين بشبكة وكان معاها أصدقائها السلطعون والسمكة لكن السلطعون رمى السمكة في المياه بسرعة علشان ما تموتش ولأن خبر البنت البحرية اللي أنقذت الأمير انتشر في المدينة الصياد أخذ إريل للأصر وسلمها للخدم اللي هناك وفي نفس الوقت إريك عند الجزر المجاورة عمل يدور على الحرية اللي أنقذته لكن كل محاولاته بتفشل وفي الأصر الجميع معتقد أن إريل هي البنت الغمضة اللي أنقذت إريك من البحر علشان كده اهتموا بيها وحموها ولبسوها لبس جميل وقدموها لإريك علشان يحاول يتعرف عليها لكن بسبب أن إريل ما لهاش صوت ما قدرش يتأكد أن هي فعلاً البنت اللي أنقذته لأن ساعتها البنت كانت بتغني أغنية ومع ذلك إريك ما حسش بالإحباط ولقى نفسه منجزب لإريل بسبب اهتمامها بكل شيء حواليه وقرر يقضي أكبر وقت معاها وشرح لها عن الخرايط والقطع الأثرية وهي كمان بتوضح له أن القطع الأثرية دي لها استخدامات تانية من خلال تجاربها للقطع بتاعتها تحت المية وإريك بياخدها بالعربية الحنطور وبيفسحها في سوق المدينة وبيقضوا اليوم كامل مع بعض وبيرقصوا وبيغنوا حتى أن إريك نيسي نفسه معاها ونيسي أنه عاوز يتأكد من البنت اللي أنقذته لكن ظهرت مشكلة واحدة كبيرة أن أرسولة كانت بترقبهم وعملت تعويزة تانية علشان تمنع أريل من التفكير في قبلة الحب الحقيقي ولأن الوقت بيمر فيه يعتمد نجاح أريل بشكل كامل على سباستيان وفلوندر وسكاتل أصدقاء أريل المقربين واللي بيرقبوها من بعيد طول الوقت ولما بيرجعوا للألعى رئيس الوزراء جرينبي بيفكر الأمير أنه لازم يدور على الحرية اللي أنقذته وما ينساش نفسه مع البنت دي لأنه أكيد مش هي اللي أنقذته لأنها يدوب بتمشي بالعافية والملكة كمان مش مصدقة أصلا أن فيه حاجة سمع حرية بحر لكن إيريك قرر أنه يبحث عن حرية البحر الحقيقية لكن بعد ما يقضي اليوم الثاني مع إيرييل والغريب أنه كل اللي في القصر بيدعمه وجود إيرييل في حياة إيريك وعاوزين هتقرب أكتر من الأمير رغم أنهم ما يعرفوش هي جات منين وفي نفس الوقت بيحاول سباستيان وسكوتل وفلوندر أنهم يخلوا إيريك يقبل إيرييل لأنها مش فاكرة أي حاجة وفعلا على وشك أنهم ينجحوا في مهمتهم وإيريك وإيرييل بيركبوا مركب وبيتفسحوا في البحيرة وقت الغروب والجو رومانسي والسماء صفية وبيشوفوا البروج في السماء والحشرات المضيئة حواليهم ومش فاضل أي حاجة تعكر صفوهم وبقت دي فرصة إيرييل الأخيرة علشان تفضل مع إيريك للأبد لكن للأسف بتغضب أرسولة وبتوقفهم في اللحظة الأخيرة وأمر التعبينها يقلبوا الآرب وبتفشل المهمة وكده ما بقاش فاضل غريوم واحد بس قدام إيرييل لكن أرسولة قررت تدخل بنفسها وتخرج للسطح لأنها ما تضمنش إن إيرييل تنجح وقررت تعمل كل اللي فوسعها للانتقام من تريتون وبيكون إيريك محبط جداً ومشوش وقرر يخرج للشط مرة تانية علشان يدور على الحرية لأنقذته وفضل يدور في كل مكان لحد ما لقى الحرية قاعدة على صخرة ولأنه معتقد إن هي دي لأنقذته وغنتله أخدها فوراً للألعة وكل المدينة عرفوا إن الأمير لقى الحرية وبدأ الجميع في الاحتفال بنجاح إيريك في لم شامله معها وقررت الملكة إقامة احتفال رسمي للمدينة بأكملها وفي الوقت ده بتزعل إيرييل لما عرفت إن إيريك لقى واحدة تانية وهربت بعيد عن الألعة وفضل سكاثل يطير ويدور عليها في كل مكان حوالين الأصر لحد ما سمع صوت إيرييل بتغني وصوتها خارج من غرفة في الأصر واتضح إن ده صوت إيرييل فعلاً لكنه محبوس في قوقعة في سلسلة حرية البحر وبتستخدمها علشان تغني أغنيتها وسكوتل عرف إن دي هي أرسولة ومتنكرة في صورة حرية جميلة علشان تخدع الأمير وفي نفس الوقت إيريك مش حاسس بالرضا وقلقان وجرينبي بيقول له ما بقاش ينفع الرجوع دلوقتي لإن المملكة كلها مستعدة وبيضطر يماشي الموضوع وخلاص والملكة بتدي إيريك خاتم أمها علشان يدي له زوجة المستقبل ويخطبها رسمي وفي نفس الوقت إيرييل بتكون قاعدة حزينة على صخرة حبسة صوتها في السلسلة وبتستخدمه مكانها وفعلا أثناء الحفلة أصدقاء إيرييل هجم أرسولة قبل ما تلبس الخاتم ودخلت عليها إيرييل وشدت السلسلة من رقبة السحرة وقدرت تستعيد صوتها مرة تانية قدام زهول كل الموجودين وأخيرا إيريك عارف إن إيرييل هي اللي أنقذته لكن شمس اليوم الأخير بتغيب ولسه على وشك القبلة لكن بيكون فات الأوان ورجعت إيرييل حورية بحر من تاني وبترجع أرسولة لشكلها الحقيقي وبتخطف إيرييل وبتنط بيها في المية وخدتها علشان تستعبدها وتكسر قلب تريتون وبيكون فلوندر بلغ تريتون بالله حصل وكان مستني أرسولة في المنفى بتاعها وقال لها عاوزة إيه من بنتي قالت له إنها عملت معها اتفاق بالدم وهتكون خادمة ليها وسألها عاوزة إيه وتسيبها في حالها قالت له بسيطة عاوزة أكون ملكة البحار وفعلا تريتون بيديها الرمح الثلاثي بتاع المملكة وبدل ما تسيبهم في حالهم أمر التعابين للإنقليص الكهربية تسعق تريتون علشان يقتلوه وإيرييل المدمرة نفسيا بتحاول تحارب أرسولة لكنها ضعيفة وما قدرتش تعمل معها أي شيء وإيريك كان جاء وراهم بالقارب ونزل المحيط وحاول تشتيت انتباه السحرة لكنها أمرت التعابين تقتله فورا لكن إيرييل وجهت الرمح السحري بتعقبوها ناحية التعابين وقتلتهم فورا وبتغضب أرسولة وأصبحت ضخمة جدا لدرجة انها خرجت من المحيط وبدأت تتحكم في المياه بمنتهى الغضب علشان تغرق إيريك وإيرييل بتحاول بكل ما في ساعها تساعده علشان ما يغرقش وأرسولة بتستخدم الرمح وبتعمل دوامة كبيرة في المحيط علشان تغرق إيريك لكن إيرييل بتلاحظ وجود السفينة وبتفتكر اللي تعلمته من إيريك وبتقدر توجهها مباشرة ناحية أرسولة وبتطعنها بقوة وسقطت أرسولة في البحر وماتت وإيرييل اتطمنت لما لقيت إيريك لسا حي وبترجع بسرعة علشان تستعيد الرمح الثلاثي من السحرة وبتتفاجئ إن أبوها رجع للحياة من تاني وأدركت أخيرا مدى حبه ليها لما ضحب نفسه بحياته علشانها وسلمته الرمح ورجعت تيريتوم من تاني ملك البحار وبيوصل إيريك للشط وكل الناس بتعتقد إن قصة حبه الغريبة دي مجرد مأساة لأن عالم اليابس وعالم البحر مختلفين ومش ممكن يجتمعوا مع بعض أبدا لكن بعد كام يوم أدركت تيريتوم أخيرا إن الطريقة الوحيدة لإسعاد بنته هي إنه يسمح لها تعيش حلمها وتكون إنسانة وإن الأطفال لازم هيكبروا ويستغنوا عن حضن أبائهم في يوم من الأيام وقرر تيريتوم يمنحها رغبتها واستخدم سحر الرمح وخلاها بشرية وأخيرا إيريك وإيرييل بيتجوزوا وجوازهم ده أصبح بداية لعالم جديد بيعيش فيه سكان البر والبحر مع بعض في وقام وسلام وإيرييل وإيريك بيغادروا الألعاب الآرب لكن قبل ما يبعدوا بيجي تيريتوم وكل شعب البحر للسطح لإظهار موافقتهم على التحالف الجديد وأخيرا تيريتوم اقتنع أن البشر مش بالرعب ده وزي ما منهم شرير فيه كتير جدا طيبين والملكة بتأيدوا الرأي وفي النهاية تيريتوم بيبارك زواج بنته من الأمير وبينتهي الفيلم أتمنى يكون عجبك الفيديو وشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة